مرحبا بكم في قناة غاردينيا قناة غاردينيا تهتم بالزراعة وتحتوي على العديد من الفيديوهات التي تقدم معلومات عن نباتات الزينة الداخلية والخارجية والنباتات المزهرة وطرق اكثرها ان رغبت بمشاهدة كل جديد تقدمه القناة اشترك معنا ولا تنسى تفعيل الجرس نباتات الخنشار تنمو نباتات الخنشار ليصل ارتفاعها الى خمسة اقدام ويمكن زراعتها في سلال معلقة تفضل الاماكن الرطبة والاضاءة غير المباشرة ابقي تربتها رطبة نسبيا ورطب الاوراق برذاذ الماء من وقت لاخر قلة الرطوبة تؤدي الى جفاف الاوراق عند تعرض النبتة لكثرة الري وجفاف الهواء قد تصاب باصابات حشرية وكذلك تكون عرضة للاصابة بالعناكب تأكد من خلوها من الاصابات الحشرية عند شرائها عندما تلاحظ بان هناك اوراق جديدة تظهر سمدها كل اسبوع وفي الشتاء تسمد كل شهر مرة ابدا لا تترك تربة الاصيس تجف بشكل كامل نباتات الخنشار تفضل ازدحام الجذور قليلا لذلك لا تنقل النبتة الى اصيس جديد الا عند ملاحظة خروج جذورها من ثقوب الاصيس او عندما تلاحظ بان الماء ينساب فورا من الثقوب عند سقايتها وافضل وقت لتغيير الاصيس هو خلال فصل الربيع عندما تبدأ النبتة بالنمو بشكل نشط درجة الحرارة المثالية للخنشار هي من 18 درجة الى 24 درجة مئوية نخيل الشمدوريا نخلة الشمدوريا لها قدرة عالية على تخريص الهواء من الملوثات مثل الفورمال ديهايد المستخدم في صناعة الاصباغ والمنظفات وتمنح الرطوبة للمكان الذي توضع فيه وشعور بالاجواء الاستوائية تفضل مكان ظليل ساطع الاضاءة ودرجات حرارة تتراوح ما بين 16 درجة مئوية وال24 درجة مئوية عند شراء النبتة واحضارها الى المنزل قد تفقد بعض الاوراق بسبب نقلها الى مكان جديد ومحاولة تكيفها معه وهذا شيء طبيعي ولا يدعو للقلق ازل الاجزاء الميتة من النبتة افضل وسط لزراعتها هو البيتموس مع اضافة القليل من الرمل الشمدوريا لا تحب تشبع تربتها بالمياه تسقى فور جفاف سطح التربة ويتم التخلص من الماء الراكد في الطبق الموضوع اسفل الاصيس يخفف ري النبتة في الشتاء الاريكة نوع من انواع النخيل الذي يقتنى كنخيل زينة يتكيف مع معظم اجواء المنازل تحب الاجواء الرطبة جفاف الهواء يسبب تيبس اطراف اوراقها تسمى ايضا بنخلة الفراشة تتميز بنموها السريع وتصل الى ارتفاع عشرة اقدام عند شراء نبتة الاريكة اختر النباتات التي تتميز بكبر حجم اغصانها النباتات ذات الافرع قليلة السمك التي تكون بسمك قلم الرصاص تكون بحاجة الى عناية اكبر وربما تكون صعبة نوعا ما سمد النبتة بانتظام باستثناء فصل الشتاء ارويها بشكل جيد لابقاء كتلة الجذور رطبة ورطبها بين الحين والاخر برش اوراقها برذاذ الماء زنبقات السلام من النباتات القليلة التي تظهر في المنازل وهي من اسهل النباتات حيث لا تتطلب عناية كبيرة والظروف المثالية لها تتمثل بوضعها في مكان ظليل على الرطوبة ويمكن ان تعيش ايضا في مكان شبه ظليل على الشرفة يتلقى شمس الصباح الخفيفة بشرط ان يكون بعيد عن التيارات الهوائية الجافة لنبتة شرع صحية تروى بشكل جيد حتى تنساب المياه من فتحات التصريف وتروى مجددا عندما يجف سطح التربة ترطب اوراق نبتة الشرع برذاذ الماء نبتة الشرع نبتة سمى للحيوانات الاليفة وللانسان حيث انها تحتوي على اكسالات الكالسيوم السمى لذلك يجب الانتباه تنمو لتيصل الى ارتفاع ثلاث اقدام ودرجة الحرارة المثالية لها من 16 درجة الى 24 درجة مئوية خلال النهار واقل من ذلك بقليل في الليل نبتة القفص الصدري يوجد منها عدة انواع وكلها تعتبر نباتات سهلة وتبدع في اقل مستوى من العناية تفضل المستويات المعتدلة من الاضاءة ولكن يمكنها التكيف مع المستويات القليلة الشمس المباشرة قد تحرق الاوراق وقد تحد من معدل النمو من المفيد لها ترطيب الاوراق وتخليصها من الغبار بمسحها بقطعة قماش مبللة بالماء بشكل دوري تسقى عند جفاف سطح التربة ويخفف السقي في الشتاء تسمت كل اسبوعين خلال اشهر النمو درجات الحرارة المثلى لها تتراوح ما بين 16 الى 21 درجة مئوية ولا تتحمل درجات الحرارة المتطرفة الباردة او الحارة دراسينا جانيت نباتات الدراسينا بشكل عام وبكل انواعها من اسهل النباتات وهذا النوع منها يصل ارتفاعه الى عشرة اقدام ويمكن ان تعمر لقرون اذا تم الاعتناء بها بشكل جيد هذه النبتة تبدع في الاماكن التي تتعرض للشمس غير المباشرة يمكنها ان تتكيف مع المستويات القليلة من الاضاءة لكن في الاماكن قليلة الاضاءة يجب التخفيف من الري تحب التربة الراطبة نسبيا ولا تفضل غراقها بالماء يجب الحذر من ترك جذور هذه النبتة لتجف تماما لذلك افضل وقت لريها هو فور جفاف سطح التربة في الشتاء يجب تقليل عدد مرات الري ترطب الاوراق برذاذ الماء بين الحين والاخر وتزال الاوراق التالفة اولا باول اطراف الاوراق قد تجف اذا عانت النبتة من نقص الري او اذا تعرضت لتيارات جافة تسمد خلال اشهر النمو كل اسبوعين مرة ولا تسمد في الشتاء الافضل تغيير اصيص لدراسينا جنيت كل عامين درجات الحرارة المثالية لها تتراوح ما بين 16 درجة مئوية الى 24 درجة ويمكنها تحمل تدني درجات الحرارة الى 10 درجات مئوية في الشتاء نبتة المطاط فايكس الاستيكا نبتة المطاط تنقي هواء المنزل تطفي جمالا وحيوية على اي مكان تتواجد فيه تتحمل درجات الحرارة المتدنية لغاية 5 درجات مئوية في الشتاء لكن لفترات قصيرة درجة الحرارة المثالية لها تتراوح ما بين 16 درجة و 27 درجة مئوية نبتة المطاط تفضل الاماكن شبه الظليلة لكنها يمكن ان تتحمل الاضاءة القليلة من المهم ان لا تتعرض للشمس المباشرة ويجب مراقبتها في الاجواء الجافة خلال الصيف من الاصابات الحشرية التي قد تتعرض لها في هذه الظروف العنكبوت والمن وحشرات لثريبس نباتات المطاط تنمو ليصل ارتفاعها الى ثمانية اقدام وقد تحتاج الى دعامة لتثبيتها ارتد القفازات عند تقليمها حتى لا تسبب لك عصارتها حساسية في الجلد خلال اشهر الصيف تسمت بانتظام وتروى عند جفاف سطحة التربة ويخفف الري في الشتاء وهي لا تتحمل الري الزائد اشتركوا في القناة